مخاوف من حرب تجارية تتجدد فصولها بين الصين والولايات المتحدة أكبر اقتصادين في العالم بعد إجراء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارته لبكين فزيارة بلينكن كانت تهدف إلى تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة والعملاق الأسيوي وزيادة تعزيز التواصل بشأن قضايا الاقتصاد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كانت مددت العمل برسوم جمركية فرضها سلفه دونالد ترامب منها رسوم على الألواح الشمسية كما فرضت قيوداً على صادرات معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى الصين لتوسع بذلك محاولاتها لإبطاء وطيرة التقدم التكنولوجي والعسكري لبكين الصين من جانبها لجأت إلى منظمة التجارة العالمية لتشكو أمريكا بشأن قيود تصدير على أشباه الموصلات حتى يبدأ فصل جديد من النزاع التجاري المتجدد بين الجانبين وعبر السنوات الماضية علق الجانبان الرسوم الجمركية المتبادلة وعقدت جلسات مباحثات بل وقع على مرحلة أولى لاتفاقية تجارة مشتركة ثم تعثرت كل المحاولات وعادت العلاقات التجارية تتأزم وفي محاولة لحصر الخسائر على غرار الحروب العسكرية فإن كلفة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وفقاً للمؤسسات الدولية كانت باهظة على كلا الطرفين وأيضاً باهظة على الاقتصاد العالمي برمته ترجمة نانسي قنقر